اشتركوا في القناة في ساعة المساء هو الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 12 من ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيج لا ينتقل بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو وبما أن القمر ما زال موجود في برج السرطان معناته ما زالنا منشعر بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إنه لا أحبائنا ومن مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا أو شربنا بحيث أنه في هاي الفترة منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام وعلينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها في هاي الفترة بوسعنا إما شراء عقار أو استئجار عقار أو صيانة عقار أو الاهتمام بأمور العقارات أو زراعة نبتة مثلا شجيرة لانتباه أكثر لأطفالنا قضاء وقت ممتع بالبيت يعني أشياء من هذا القبيل بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا المؤثر في عنا زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي حكينا تاثراتها لغاية يوم 22-9 هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين عطارد وبين المشتري طبعا تاثراتها لغاية يوم 21-9 هاي الزاوية بتهدد بالقلق النفسي وبتزيد من ميلنا للأخطاء في الحكم أو على أشخاص معينة أو على موضع معينة إفشاء أسرار ممكن هاي الأسرار تعرضنا لمشاكل أهم شيء أن نتجنب توقيع وثائق مهمة في هاي الفترة وما نقوم بأي استثمارات أو مضاربات مالية لأنها ممكن أنها تحقق خسائر أو تنتهي بدعوة قضائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين نبت وهي تاثراتها لغاية يوم الغد إلى اليوم 29 ابتجعل البعض بيعيشوا في عالم من الأوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع يعني إلها بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأجواء السياسية الأمور اللي إلها علاقة بالبحار والسفن والنفط الأمور اللي إلها علاقة بالضواهر الطبيعية كالفيضانات والطوفانات برضو الأمور اللي إلها علاقة بالغاز وأيضا المضاربات اللي إلها علاقة بالبورصة ارتفاع وهبوط بشكل سريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبي المنفصل ما بين زحل وما بين أورانوس وهي تأثيرات لغاية يوم 16-11 تخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات طبعاً هي بالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال وقوح حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وكمان هاي زاوية بالدل على إضرابات واشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها طبعاً عنا زاوية من الزاوية البطيئة اللي هي زاوية التثلية الإيجابية ما بين الزهرة وما بين أورانوس اليوم ذروتها طبعاً هي تاثيراتها لغاية يوم 21 تسعة ذروتها اليوم الساعة 44 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثلية الإيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي ذروتها الساعة 8 و 24 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تاثيراتها من ساعات الفجر لغاية ساعات المساء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس فعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوته وهاي طبعاً الساعة 12 و 58 دقيقة بعد الظهر دروتها بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة طبعاً هاي الزاوية يعني تأثيراتها مستمرة من الصباح لغاية ساعة المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها قبل خلو المسار هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون ذروتها الساعة 53 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيج نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ الساعة 53.56 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 38.37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعديها لبرج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 38.37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج القمر بنتقل وبصير في برج الأسد عشان هيك الناس في هاي الفترة بصيروا أكثر كرماً مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التغرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا من الآن ولغاية ساعات المساء المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والصفاق أما من ساعات المساء بيصير عندنا الأعضاء الأكثر حساسية اللي هي القلب وشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة طبعاً يصلح أيضاً لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الأسد خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الخميس 22-9 بيبدأ خلو المسار الساعة 11 و6 دقائق ظهراً بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى اليوم التالي يعني حتى صباح يوم الجمعة يعني 23-9 حتى تمام الساعة 7 و53 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذرة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم في تمام الساعة 10 ودقيقة مساءً بيصير عمره 25 يوم ونسبة الإضاءة بتصير 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 23-9 طبعاً هي سعيدة الآن بنسبة 45% في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة إلى 60% القمر في السرطان وفي ساعات المساء رح ينتقل لبرج الأسد ورح يمكث في برج الأسد حتى يوم 23-9 طبعاً هو الآن سعيد بنسبة 70% في ساعات الصباح بتنزل نسبة السعادة إلى 45% ولكن في ساعات العصر بترتفع نسبة السعادة إلى 85% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 23-9 طبعاً منتحس بنسبة 65% الزهرة في العذرة حتى يوم 29-9 منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30-10 طبعاً سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 منتحس بنسبة 15% وزحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل طبعاً بتنهمكوا في أمور اللي هاصلها بالبيت طيلة النهار من الآن طيلة النهار والبيت والعائلة أهم إشانكم هتحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة وخصوصاً من ساعات ما بعد الظهر بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاولوا أن تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام بيكون في بعض الضغط والمسؤولية الكبيرة عليكم في نوع من أنواع الارتباط المهم برضو عندكم اليوم وما بجوز الفشل فيه وبعض المصاريف المنزلية أما في ساعات المساء فالأجواء بتتغير تماماً تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات وعواطف جياشة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بظل النشاط مسيطر عليكم في أمور إلها علاقة بالسفر القصير والاتصالات والتحركات ولكن تكونوا أكثر صبراً على الطرقات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة دافعوا عن مبادئكم ولكن بليوني ودبلوماسي وانتبهوا لكلامكم وإحفظوا خط الرجعة ممكن اليوم تتمم لقاء أو اجتماع عمل هذا الأمر برح يكون مفيد ومهم بالنسبة لك ممكن تتخذ من خلالها بعض القرارات المهمة ولكن ما تتسرع باتخاذ القرارات أما في ساعات المساء فهنا الأجواء رح تركز على البيت والعائلة فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الأمور المالية فاليوم تحمل أمامكم فرص لمكسب مالي بيجي هذا المكسب من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم أو مال بعيد لكم وممكن تحصلوا على هدية أهم يشينكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات وممكن تتجرأ وتناقش بعض المواضيع اللي كانت صعب أنك تناقشها في الأيام الماضية فتعتبر هاي فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولا تقديم الامتحانات ولا المطالبة بحقك أما في ساعات المساء بتنشطوا بالسفر والاتصالات والتحركات بنشاط عالي جدا ولكن بتكونوا أكثر وعي على الطرقات أثناء قيادة السيارة وأثناء حركتكم بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم خلال هذا اليوم أهم شيء ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحققوا انتصار وتظهروا مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاولونك تستغلوها والأجواء طبعا داعم لائلكم ممكن يصير فيه نوع من أنواع الدعم الخارجي وربما اهتمامات مالية أو إشيء له علاقة بالقروض أو حلول إلها علاقة بالوضع المالي في اليوم يا إما صفحة جديدة يا قرار جديد أما في ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكتب تعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التعب ما زال مسيطر عليكم لأن القمر لسه ما انتقل عندكم فمن الآن لغاية ساعات المساء بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثاني على التوالي حاول إن كنتين جزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة بتكون اليوم مرهق قليل الحماسة أهم شيء إنك اليوم تنتظر جواب ممكن هذا الجواب شوي يعني ما يجيك بالشكل اللي أنت بتتمنى أو يتأجل لغاية ساعات المساء فعشان هيك بتظل الأجواء اليوم هادئة وبتخف وطيرتك حتى الركود لا تستعجل أمر عشان ما تخيب أمالك وحاذر من بعض الأمور الصحية اللي بعضكم ممكن يعاني من تراجع صحي مع اقتراب ساعات المساء بتمتلؤ بالنشاط والحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا شكل بناسب وضعك الحالي وبتتمتع بقدرة على قلب المعطية لصالحكم برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا بيظل اليوم برضو بيحمل نشاطات اجتماعية وممكن تلتقوا بالأصدقاء أو اتصالات ما بينك وبين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء تتجنبوا انتقاد أحدهم طبعا اليوم بيحمل فرصة مناسبة لحجدة تأييد والدعم وهاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم وانت بتملك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم حاليا حاول انك تلعب دور بناء لا غاية ساعات الظاهرة من ساعات الظاهرة ما تتخذ أي قرارات وما تحاول تفرض رأيك أو سلطتك على أصدقائك من ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير في الأسد بيت متاعبكم فلا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين خلال هذا اليوم وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبيحملكم هذا اليوم مسألة شخصية ممكن تسبب لكم بعض القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهمش إنكم تجزفوا باستقراركم أو معنوياتكم أو شخصيتكم وهدئوا من انفعالاتكم ممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر والخلاف أما في ساعة المساء فالأجواء بتتغير بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسب سعيدة أو يتوجه لكم دعوة أو تسعدوا من لقاء أو اتصال بعض الأصدقاء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات لبعيدة كمان اليوم والعلاقة مع الأجانب والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة واللي عنده سفر بده يتفقد أوراقه وأمتعته بشكل جيد ممكن تفرحوا لانفراج مساء لضاغطة وتعتبر هاي فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بتكونوا تحاضروا من المتاعب والوعكات الصحية كل ما اقتربنا لساعات المساء في ساعات المساء بتكونوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش انكوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وحاولوا انكوا تنتبهوا على سمعتكم من بعض المغرضين برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة اليوم لمكسب مصدر شراكة أو تعويض وحاولوا انكوا تسارعوا لتصحيح الأخطاء واستعادوا ثقة الآخرين وما تسمحوا للخلافات بالتأزم أو لا سيما مع الأحباء ناقشوا وفاوضوا وما تتهربوا من واجهة أمرهم واقع عبروا عن رأيكم بهدوء وحاولوا انكم ما تستفزوا أحد من ساعات المساء من ساعات المساء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة حاولوا انكم تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن واللي عنده سفر في ساعات المساء يتفقد أوراقه أمتعته بشكل جيد برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعاً بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة بتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة وتعتبر هاي فترة متوترة ممكن يعني هيك تدخل بأزمة ما أو تتعرض لبعض الضغوط وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور خلال هذا اليوم أو بعض الخطوات أو تغير نمط معين أهم شيء إنك ما توجه أي انتقاد لأحد لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء رح تتغير تماماً لأن القمر رح يبطل موجود مقابلكم رح يصير في البيت الثامن فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة وبتقدروا تنجزوا الواجبات بدقة حتى لو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعاً بدأت الأمور تتأزم لأن القمر بدأ بمراحل المقابر الآن فاليوم برضو بيتراكم العمل لديكم أكثر من المعتاد حاولوا انجاز ما بوسعكم من عملكم دون إهمال صحتكم ولا تدخلوا في مواجهة مع زملائكم اليوم بتكثر عندكم اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي معين لك أو لأحد الأحبة وبتكثر عندك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها حاول انك تكون حريص على عملك وباكر إليه بشكل نشيط أما من ساعات المساء بصير القمر مقابلكم تماماً هنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن تكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم وحذروا من الخلافات وحاولوا انكم ضخم الأمور لأنوا انتوا تعتبروا الحلقة الأضعط برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وحاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن تحتفل اليوم بإنجاز أو انتصار أو تنمو بعض العلاقات وتزدهر فترة مثمرة فيها كثير من الانشغالات والتحركات ولكنها فترة مليئة بالدعم والنجاح والتقدم من ساعات المساء طبعاً الأمور رح تتغير لأن القمر رح ينتقل لبيت العمل والصحة فبتكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر وتنتبهوا لأعمالكم بشكل يعني خاص فبيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوب في إنجاز الكثير من أعمالكم وممكن يكون في سوء تفاهم ما بينكو بين أحد الزملاء أو على عمل معين ما تقدروا تتمموه بشكل كامل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر